الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحرد عفدة من لساني يفقه وقولي النهاردة إن شاء الله مع سورة نوح وصورة نوح بكل بساطة موضوعها الأساسي هي الدعوة الدعوة بكل جوانبها وتفصيلتها يعني الإسلام يعني إيه الدعوة لكي نفرق دعوة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل خلاص برسالة خلاص فالله دعا الناس لهذه الرسالة وأرسل الرسل ليدعو الناس لمحتوى هذه الرسالة فصورة نوح صورة بتتكلم عن الرسول اللي راح يتكلم وراح قاله ورد الناس على محتوى الدعوة ده وربنا عمل إيه في مقابل الناس اللي أعرضت عن الدعوة دي إيه بقى مضمون الكلام يعني والدعية ده مين واتكلم إزاي وبهذا الموجودة ده إيه فهي بتتكلم عن الدعوة اللي الرسل كانت بتدعو لها الأقوان بتفاصيلها بقى بجوانبها كلها سواء الشخص أو المدعوين أو الرسالة نفسها ومحتوها فهي ربنا سبحانه وتعالى كلمنا كتير عن موضوع الرسالة دي في صور كتير من صورة الشعراء مثلا إتقال لهم أخوهم نوح قالت التقوين هنا بقى إيه دي إيه دي إيه دي إيه اللي بيحصل دلوقات إيه إتقال لهم أخوهم نوح دي مضمون الرسالة أو الدعوية أو البيانة الدعوي اللي سيدنا نوح بلغوا فربنا بيحكي لك على بيحكي لك سيدنا نوح قال لهم إيه بالتفاصيل ليه بيقول لها تفاصيل عشان يقول لك أنا أريد إيه من الناس هي دي دعوتي اللي هي تقالت على سنة الشخص ده في الموضع ده قال لهم إيه وبعد ما قال لهم إيه قالوا له إيه فالله كان يريد أنه يغير رافع عرفنا الناس اللي بتتلقى الدعوة بترد عليها إزاي وبعد كده عملت فيهم إيه بناء على رفضهم للدعوة دي أو قبولهم لها يعني هتلاقي بصورة الشعراء تتكلم عن إزاي ربنا نجه ناس وزاي ربنا أهلك ناس بعد التسلسل ده فموضوع أصلا إيه هي دعوتك يا رب يعني إيه مرادك يا رب مننا يعني يا رب أنت خلقتنا ليه عشان تبلغنا برسالة معنا ونختبر على أساسها إيه هي بقى الرسالة دي إيه هي الدعوة دي والله يدعو إلى دار السلام خلاص؟ الله بيدعو قالت لهم رسلهم قالت رسلهم قفل لا يشك فاتر السماوات الأرض يدعوكم ليغفر لكم الله بيدعو إلى حائهية في القرآن أصلا قالك إيه هي كتير في مواطن كتيرة هتلاقي في واحد واقف بيبلغ هي دي الدعوة هتلاقي في صورة الشعراء موجود هتلاقي في صورة العنكبوت هتلاقي سيدنا إبراهيم واقف بيكلم قوم وبيقول لهم شوية كلام هي دي الدعوة هو ده اللي ربنا أرادنا سيدنا أبريم يعمله هو مش بيكلم من دماغه وده الوحي ده مضمون الرسالة وربنا بيباري هلنا وبيقول هلنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في صورة القرآن فمهمة أو أنت تبقى مستحضر هو أنت يا رب إيه مرادك مننا قل لي ومهمة أو أنك تبقى هدفك من القرآن أنك تعرف إيه هي رسالة ربنا لك فصورة نوح نموذج من نموذج إيه رسالة ربنا للبشر في صورة قصة نبي وهو بيعمل كده فبتتكلم على الدعوة طبعا سميت بنوح عشان سيدنا نوح هو طبعا حقيقة أحد الدعاء وأحد الرسل اللي بلغه كلام ربنا للأقوام يعني هو نموذج حي وقعي من اللي أنت المفروض تعرفه فبتتحكي لك القصة فعشان بس من السزاجة قوي أو من السطحية إن إحنا نقول صورة نوح دي بتحكي قصة سيدنا نوح لأ هي بتعرفنا على دعوة ربنا في صورة مثال أو قصة اللي هي سيدنا نوح فهم الفرق فرق كبير قوي إنك تخرج من الصورة دي أنا تعرفت كان فيه واحد اسمه سيدنا نوح قال إيه لقومه فقالوله إيه فحصل ما بينهم إيه قصة لأ دي قصص الأنبياء هي مش فيه معلومات لازم تعرفها عن كم بني آدم عاشوا هي مش كده خالص هي مش كده خالص هي فيه دعوة لازم توصلك كان ممكن القرآن ينزل إزاي الصورة دي كان ممكن تبقى إزاي بسم الله الرحمن الرحيم أعبود الله وأتقوه وأطيعوني بش كان ممكن تبقى كده بس هي الأحلى إن هي تيجي إزاي في صورة قصة فربنا يضرب الأمثال اللي هي ممكن تبقى أمثال مش حقيقية أو قصص حقيقية عشان بس يقول لك مضمون أصلا فأنت ما تبقاش سطحي وإيه تعالى حكي لك قصة أنه بعرف آه طيب تيجي حكي لك قصة لنا يونس وعملين حكي البعض مين هم دول بس بعيدة عن المضمون لازم تفهم إيه أصلا هدف القصص القرآني يلا هو منه قصص الأنبياء المضمون بس من من لطف ربنا وعظمة الكلام إنه يتقالك في صورة إيه قصة فأنت تيجي تعيش مع القصة بس وتنسى إيه تطلع بالمضمون فهو مضمون يعني مش موضوع الصورة حكاية تفاصيل قصة سيدنا نوح هي ده مش ده مش لا هي قصة سيدنا نوح أصلا جاية عشان موضوع الدعوة دعوة ربنا للبشر إيه هي دعوة ربنا للبشر هتقدر تقولها يعني لو أنا لو إحنا جبنا كده واحد خارج من كهف وإنت عايز تكلمه عن في إله وفي في رسالة هو ألهالنا عايز أقول ألهالك هتقوله إيه بقى أي سورة نوح جاية تقولك إيه هي أي صدقني إحنا لو جبنا مئة واحد من المسلمين وحطناهم في الاختبار ده هتسمع عجب يعني المية هيقوله كلام غير بعض والمية هيقوله كلام يا ابني يعني لا سيدنا إبراهيم قلدى ولا سيدنا زكرياء ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتقول إيه يعني مش ده مراد ربنا خالص هتلاقي مثلا إيه ربنا خلقنا عشان نعمر الأرض ويبقى فيه تقدم وحضارة فعيكها تيجي تقرأ قرآن كله مش موجودة دي يعني مش موجودة دي لا هي حتى أية واحدة بتاعت سيدنا صالح سيدنا صالح قال لهم إيه قال هو أنشأكم من أرض وستعمركم فيها ما قالش الله خلقنا لكي نعمر هذه الأرض يعني هو ما قالش ده الهدف من الخلق ده ترخح كده وسيدنا صالح أصلا بداية الجملة بداية الآية نفسها إيه فاستغفروه ثم توبه إليه آه دي آخير آس فاستغفروه ثم توبه إليه يعني وأصلا أراد إيه أن إحنا نتوب ونعبد ربنا من الحاجات اللي ربنا يريدها مننا من الحاجات اللي هي ذكرت مرة في في الرسالة الدعوية كلها بتاع سيدنا صالح كذا فتلاقي ده كبر دي أوي وكأن هو ده الهدف وقاله وهتلاقي واحد تاني ومش تازم يبقى ناس مش شارع هتلاقي واحد طالع يتكلم مع الناس عن الإسلام ما هو الإسلام وما هي دعوت ربنا لهذه البشرية فهتلاقي الكلام أنت بدأت دلوقتي عايز تعرف بعيدا بقى عن اللي أنا متصوره أو اللي هما بيقولوه طب ما نخلي ربنا يقول لنا أصلا هو يريد مننا إيه فصورة نوح جاية تكلمك عن أصل الرسالة إيه الموضوع ومش كلها يعني قصص الأنبياء مليانة القصص تيلة القرآن فأنت محتاج تعرف ده من كل الخطاب الدعوي اللي في كل القرآن يعني أول ما تلاقي نبي بيقول أي حاجة يعني فأول نوح قال لهم ماشي ونبي بيتكلم تعرف أنه ده إيه ده إيه ده بيان دعوي فهم ده إيه ده ما هو النبي بيكلم الناس عن ربنا والجنة نور الأخرة وخلقنا ليه ويحصل فينا ده كل ده هو ده ده الرسالة فعلى فكرة لما تلاقي أي نبي في القرآن بيقول أي كلمة يعرف إيه ده هو أنا لازم أركزه وبيقول إيه عشان اللي بيقوله ده هو أساس الرسالة فمنها سورة نوح فتعالوا نمشي في سورة نوح وطبعا متعودين إحنا على لقطة ربط الصورة الأبلاء واللي بعدها فربنا في السورة الأبلاء في سورة المعارج قال إيه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون فأنت بتبقى خارج من الصورة دي بتحذير أنه إيه أنه فيه في يوم قيامة وفيه عذاب جاي فتلاقي الصورة اللي بعدها بدأت على طول إيه أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم العذاب اللي إحنا لسا تذكرينه ده فعلى طول تلاقي تحس أنه فيه ارتباط دايما ما بين الصور زي ما اتفقنا خلونا بقى نقسم الصورة الكام شوت لثلاث أشواط أول شوت اللي هو من الآية واحد لآية أربعة ودي هنعنوينها كده بالأصول اللي بتقوم عليها الرسالة الأصول يعني أصول عايفين بنية الإسلام على خمس الأساس الأصول اللي بنيت عليها الرسالة هيتضح لك من الأصول دي مراد ربنا من البشر وهيتضح لك من الأصول دي حقيقة التقدم من نسبة للبشر عند ربنا هفهمك يعنيه كمان شوية وهيتضح لك زي ما قلنا إيه لما أنت تسمع بقى بعد كيه واحد يقول لك الإسلام هو فهم تعرف تميز بقى يعني تعرف تعرف ده 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 مسك في حتة فرعية قوي أو لا ده أصلا أو قال لك هو من أول إلى الآخر ده ما قالش أي حاجة لا ده ده كده ده كده ما وضحش ده كده صور الإسلام في صورة تانية لما تعرف الأصول دي والأصول دي والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مع سيدنا حزيفة بن اليمان سيدنا حزيفة كان أنه كان دايما يقول يقول إيه كان الناس أسألونا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر اللي هو إيه الشر بالنسبة لسيدنا اللي هو الفتن اللي هو إيه اللي هيحصل أخر الزمان وإيه اللي هيحصل والأحداث وعلامات الساعة وهل الكفر هيعود تاني هو سيدنا حزيفة كمشغول بالطريقة دي فيش مشكلة فسيدنا حزيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا خلاص في تمكين يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده دولة وفتح مكة وهكذا فقال سيدنا حزيفة هل بعد هذا الخير شر الكفر يعود فقال نبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سيدنا حزيفة هل بعد هذا الخير هل بعد هذا الشر خير فقال نبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن فقال سيدنا حزيفة وما دخنه يعني هو قال له إيه نبي صلى الله عليه وسلم هيرجع الكفر وكده هيرجع إسلام بس إسلام فيه دخن تحس إن هو إيه مشوب فقال ما دخنه فقال نبي صلى الله عليه وسلم إيه دعاء قوم يهدون بغير هديه تعرف منهم وتنكر فأنت عايز تعرف الأصول دي عشان تعرف تميز لما تلاقي واحد يعني إيه أنت كده تنزل مثلا إيه على واحد داعية مثلا فيديوهاته أو بوستاته فهتلاقي يعني آخر ست شهور هو ما تكلمش غير في حاجة واحدة مثلا لازم تعامل مع بعض كويس لازم يبقى فيه أخلاق حسنة أهم حاجة أن المسلم يبقى كذا الإسلام عظمته في أن يبقى فيه سماحة فأنت بتضوأ فين يعمل كلام اللي هو فين بقيت الدين فتعرف منهم وتنكر لما تعرف الأصول دي هتبدأ تعرف مين اللي بيوضح الدين صح مين اللي فهم الدين صح خلي بقى هو ممكن يكون بس هو ممكن يكون أنا فهم الدين كده يعني فيه ناس حتى كلمة إسلام بالذات عند الغرب يعني تعريف الإسلام عندهم هو فيه ناس هتلاقي بذلك إيه هو الاستسلام ده المعنى الصح لوحد يسلم لربنا يعني يستسلم لربنا فيعبده ويخضع عليه ويوحده خلاص تمام ففيه ناس عندهم بره كتير عشان عنده مشكلة في حتة الإرهاب والمشاكل والمسلمين والإرهاب فهو رد فعله بقى الإسلام ده يعني السلام الإسلام هو السلام الإسلام يعني السلام الإسلام يعني السلام ده أصلا بقى عنده مشكلة في تصور إنه إيه فيه جهاد أصلا في الدين يعني هو نفسه بقى قديم النسبة له لأ يعني دي دي مش هي دي دين بتاعنا فهو بقى يفهم الدين غلط أو قاصر فبيوصله غلط أو قاصر فأنت برضه مش شرط يبقى الشخص ده شرير بس في الحالتين أنت بس بحتاج تميز هو أنا لما أسمع الراجل ده شوية كده عايز أعرف هو زي وزي دعويته زي دعوة الأنبياء فهذا ما أعرف إيه هي فالأصول دي هتوضح لك الأصول يا جماعة اللي هي إيه سيدنا نوح قال إيه بص من الأول آيات بقى عوض بناشتارجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إيه إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذبا أليم قال هي دي عايزك دائما قال دي تتركز معا إذا ده فيه بيان دعوة هيحصله قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل المسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون هو قال أربع جمل ما تعديش كده للآيات هو قال أربع جمل أربع أصول أربع جمل لما تيجي بقى تقارن الأول تمسك كلام سيدنا نوح مع كلام كل الأنبياء هتلاقي أن الأصول دي ما فيش نبي ما ألهاش وما فيش نبي ما بدأش بيها إني لكم نذير مبين أنعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل المسمى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت علي الرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال فاصدع بما تؤمر وقال وأنذر عشيرتك الأقربين أو أنذر عشيرتك الأقربين يعني بلق قريش وأنذر عشيرتك الأقربين فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على الجبل وبدأ ينادي عليه يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد المناف بدأ ينادي على الأقوام والناس تيجي أو اللي مراحش يبعت حد فالناس اجتمعت النبي صلى الله عليه وسلم هم عارفين أنه ده مش أي حد عايز يقول حاجة لازم نروح نسمع فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغيروا عليكم أكنتم مصدقي فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط فقال إني نذير لكم باين داع عذابا شديد ده نفس سينا نوعي تمسك بقى صورة الشعراء اللي احنا قلناها دي الشعراء يعني يعني هو أصلا الشعراء كانوا بيعملوا خطابات فهي الصورة دي صورة الخطاب يعني صورة الصورة ما فيهاش تفاصيل العذاب زي مثلا صورة هود اللي هي جاية تتكلم عن العذاب بيحصل ازاي وتقلمه قد ايه وحصل فيهم ايه فبعدا لعاد كمان لا الصورة جاية تتكلم عن المرحلة بتاعت الكلام عشان كده سميت بالشعراء وأنه الأنبياء في مقابل الشعراء وحاجة أقولي لها طويلة كده خليكم بس ايه من أول لو فتحت صورة الشعراء انت معرفش حد فيكم مستحضر لنا على الآيات اللي هقولها ولا سربنا ذكر قصة سيدنا إبراهيم وخطاب طويل جدا من سيدنا إبراهيم وبعد كده كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوه منوح ايه قالت اتقون إني لكم نذير مبين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجل من أجل إلا على رب العالمين بعدها باربع خمس آيات كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجل من أجل إلا رب العالمين بعدها بثلاثة أربع آيات كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون نفس بالزبط بالنص بالحرف يعني هما ما هو ذا الطبيعي يا جماعة ما هو إله واحد فبعت أقوام يريد منهم حاجة واحدة فقال لهم أقول لهم كده وبعد كده بعد زمن هو ربنا مش هغير مراده من البشر فهيبعت الرسول تاني يقول نفس الكلام فسيدنا نوح بيقول نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام اللي قاله سيدنا صالح نفس الكلام اللي قاله سيدنا هود نفس الكلام اللي قاله أي نبي في الوجود لأنها هي رسالة واحدة ربنا يريد من البشر حاجة واحدة فطريقة الخطاب دي بقى انت لما ما تسمعهاش من اللي بيتكلم في الدين تعرف انه عنده مشكلة يعني تعرف انه هو ايه انت يعني انت انت كده حتة عن اللي ربنا يريده انت كده بتعملوه انت كده بتقوليه في الصح مهمة او ان احنا بفاهمين التلات جمل اللي قالهم سيدنا نوح هنا وغيرهم الانبياء اني لكم نذير ومبين وربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم اول الصور نزلت ايه من اول الصور نزلت ايه المتدثر قم فاندر يا جماعة الكلام عنا انه فيه اخرة وفيه حساب وفيه يوم ايامة ده ما ينفعش يتاخد بتهريج يعني ده ما ينفعش يتقال يعني يعني عليش مثال عبيد بس لو الامتحانات لو انا بقول لك فيه بكرة كويز غير لما اقول لك ده الفاينال بقى بكرة يعني فيه مواضيع يا جماعة انقربنا يقول طبعا وده اهم موضوع واعظم موضوع في الدنيا انه لقول فصل وما هو بالهزد فلما الناس تبقى عادة بتلعب وبتهزروا في غفلة لازم تنذرهم لازم تكلمهم بشدة لازم تكلمهم بحسم لازم تكلمهم بجد فلما لما واحد يقول لك ليه ليه الطريقة دي ليه الشدة دي لان هو الموضوع كده ربنا بيقول لنا ان لدينا كفروا بآيتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يعني ربنا بيتكلم عن واحد ازاي في النار بيتعذب وجلده بيتشوي وبعد كده بيتغير عايزنا اقولها لك ازاي يعني هنقولها ازاي غير كده في وقت للتبشير للبشارة اللي هو ايه اللي هو يا جماعة في جنة والجنة فيها كذا بس ده بيتقلم مين وامتى ما هو ده مهم ده بيتقلم مين وامتى واحد ماشي كويس بيحاول يبقى كويس خلاص غير لو واحد قعد بيلعب ومنفض ومش عايز ما انت لازم برضو تبقى ذكي فولا المسل اعلى ربنا اعلم بالبشر مننا اصلا فالانذار هي اصلا وسيلة من وسائل الدعوة وكل الرسل بدأوا بيها لان في الاول كده 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 كل الناس بتلعب كل الناس في غفلة كل الناس معرضة كل الناس على الكفر فاول حاجة ان هو يقولوا انا بحذرك مهم جدا انك يوصلك ده سواء مني او من القرآن او من غيري او من اي حد مهم او انك تفهم انه ربنا بينزرك ربنا بحذرك احنا مش بنلعب ربنا بحذرك اللي مش هيستقيم انا بحذرك في عذاب وفي اخرى والعذاب صعدة زي ما ناخد بقى مرة جاهة في سورة الجن في في القبر وفي يوم الايامة وفي على الصراط وفي الوان واشكال من العذاب ويوم الايامة ربنا يقول في يوم ايذن لا يعذبه عذابه احد ده مش عذاب زي ايه عذاب انت عمرك تتصوره ولا تتخيله اصلا وربنا قال كيه للحوالين قال ايه فما يكفر منكم فما يكفر منكم لا فما يكفر فما يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين فالره يزم يوصلك انه ربنا بينذرك هتستقيم تمام هتفضل كده انا بحذرك ده نزير مبين فدي اوي حاجة لازت وصلك لو ما وصلكش ده انت كده ما وصلكش رسالة ربنا يعني لو حد ما وصلكش ده اعرف انه الحد ده ما وصلكش سيدة ربنا واللي بيوصلك ده اعرف انه بيقولك اللي ربنا يريد انك تعرفه ومفيش رسول ما قالش القوم انا بحذرك لازم يقع جوه قلبك كده انه الله الملك الاعلى بيحذر كتير اوي اصلا ربنا قاله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه فاحذروه فايايا فارهبون مش بس تخاف يحصلك رهبة انما المؤمنون لدينا اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت دي يعني ارتعشت كده حاجة اللي لسه ما حصلت ليش لحد دلوقتي يعني لسه انا مش مستوعب ربنا يريد مني ايه وبيقول لي ايه فمهم جدا ان انت تفهم الاصل ده ومهم جدا ان انت يبقى وصلك الاصل ده وبعد كده اتاني حاجة هنعبوده الله من الاخر ده الغاية من الخلق هنعبوده الله واتقوه وقطيعوه الهدف من خلقتك مش انت تصلي مش ان انت تعمر الارض مش انت تنجح في امتحاء انك تعبد ربنا دي جاي على اساسها انك تعبد وانك تبقى عبد انك تبقى عبد العبد ده بيسمع ويطيع ويستسلم ويخضع ويططي كده رسول في الارض ويتذلل ويفتقر وبس ده لازم تبقى عارف ان ده مراد ربنا ربنا خلقك عشان تبقى عبد وعشان تعبد تحقق العبودية ويه تاني وبس اعبدوا ازاي من انك تطيع الرسول اعبدوا الله واتقوه واطيعون بانك تشوف الرسول بيقالك ازاي تبقى عبد وتعمل زيه الرسول هم النموذج الحي التطبيقي ليه كيف نعبد عشان كده ما نزلوش ملائكة ربنا قالها كتير هيبقى ملك ازاي ما بيأكلش ويشرب زيك وما بيعملش زيك فمش هتعرف تعبد على زي مين يعني مين القدوة مين المثال شكاية الرسول نزلت كده فربنا قالوا ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا يعني كنت هيبقى ملك في صورة رجل برضه عشان يشوفه التطبيق فخلاصة الموضوع يا رب انت تريد مننا ايه مش ان انت تنجح في الحياة لا مش ان انت تبقى مشهور مش ان انت تتعلم مش ان ان انت تعبد فلو العلم ده وسيلة للعبادة يبقى انا هتعلم عشان انا بقى بعبد الهدف من الخلق ان انت ايه انت تعبد انك تبقى عبد فهل انت عبد بس هو ده السؤال الاساسي اللي في حياتك هل انا عبد هل انا بعبد هل انا مستسلم وخاضع يعني انت اسمك ايه مهم جدا العبد بقى بيصلي عشان كده بصلي عشان انا عبد العبد ما بيشتمش عشان انا عبد العبد ما بيزنيش عشان انا عبد العبد بيسمع كلام ربنا ده الهدف فلما برضو تاني لو ما وصلكش ده لازم يوصلك انه ده مراد ربنا منك مراد ربنا منك انه يحذرك مراد ربنا منك انك تعبده ومراد ربنا منك انك لما تعمل ده لازم تعرف بقى ايه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل المسمى لما الإنسان يتقي ربنا ويعبده على مراد ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمل كده بتوصل لمرحلة تاخد ربنا بيغفر لك ذنوبك يعني يؤخركم إلى أجل المسمى أجل المسمى اللي هو معاد موتك غير كده يهلكك وينزل العذاب عليكم يقول لهم كده سيدنا نوحي إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر عذاب ربنا في الدنيا لو جاء ما فيش حاجة توقفه فمهم جدا هو بيقول له إيه قلهم اللي هيبقى كده في الدنيا في الدنيا هسيبه لحد ما يموت لحد ما يوم القيامة ييجي بقى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم بتعامل فأنت وإنت بتسمع تاته هل ده اللي كان واصلك من ربنا يعني هل دي الرسالة هل فهم أنه ده اللي أنت مخلوق عشانه ده اللي ربنا يريده منك وهل ده اللي أنت متعاود تسمعه مهم ما قوي بقى أنك تقيم معلش المصادر اللي بتقولك ربنا يريد مننا إيه عشان في ناس واصل الله أنه الدين ده حاجة حاجة هادية كده ولذيذة وبسيطة وما بقىش في مشاكل وما بقىش في صعوبات والدين جاي عشان تبقى مبسوط لا الدين مش كده عشان تبقى مبسوط الدين جاي عشان تعبد ربنا طب لو انبسطت كويس لو انبسطتش عادي أنا كده كده مفروض أعبد يعني من الحاجات اللي فعلا مشكلة طرح على إنه احنا هنروح للدين عشان نبقى نكحين في الدنيا لا احنا شو نروح للدين عشان كده هنروح للدين ليه ربنا ليه روحوا للدين بس وهي دي بقى وهي دي هو ده فعلا يعني الإنسان عشان يبقى متقدم عند ربنا ايه اللي هيحصل هو في الأول يبقى واحد تايه فيعبد ربنا فيبقى متقدم ده هو ده التحضر في ميزان الشرع مش التحضر بس الطرق والعمير وكده لو دي جزء من عبادة ربنا ماشي بس أساس التقدم ايه ان انا بعد ما كنت في ظلام ببقى في نور انا كده تقدمت فده لازم يوصلك هو دي ربنا ربنا ما بيكلمنا يريد مننا ايه فواضحة جدا 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 في ثلاث آيات من سيدنا نوح فتعالوا با نكمل الشوط التاني بقى قال يا ربي اني دعوت قومي فسيدنا نوح بعد ما وصل الرسالة الأساسية الشوط التاني ده هتلاقي الدعية هتعرف قد ايه الدعاء بيعمله مجهود هتلاقي سيدنا نوح بيقول له ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا وبعد كده فلم يزيدهم دعاء الا فرارة هتلاقي ربنا بيوريك ازاي في ناس ومش بس ناس اغلب الناس بيعرضوا وبشدة عن الدعوة دي فلم يزيدهم دعائي الا فرارة فرارة طلعوا يجروا كانوا من سيدنا نوح واني كلما بصا عايزك تقارن ما بين اديهوا عمل دعوة واديه بزل واديهم ما اعرضوا ماشي فهو في الاول قال يا ربي اني دعوت قومي ليلا ونهار يا رب صبح وليل فلم يزيدهم دعائي الا فرارة واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذنهم واستغشوا ثيابهم واصروا والله لنفضل على هالك ده طبعا هم واصروا واستكبروا استكبارا ها ثم اني دعوتهم تاني دعوتهم ايه جهارة يعني يوقف ونادي وكلم الناس ثم اني اعلنت لهم واسترارته لهم استرارة يعني كنت اوفى اكلمهم على الملأ واجيب واحد على جنبها اتكلم معاه فسبحان الله انت تقرى كده كمية جهد بيبذل ما هو ربنا بيؤمر الناس انها تبلغ دينه فالناس لازم تبلغ فكمية جهده بيبذل في مقابل كمية اعراض يعني رغم برضو ايه وضوح الرسالة ومضمونها ووضوح البيان يعني مع شدة البذل كمية اعراض مهم بقى ان انت برضو تبقى بتشوف انه اللي في الواقع بتاعك ده ما هو الا يعني تكرار لليل حصل قبل كده من ساعات الناس بتيجي جواها شبهت او حتى هزت انه يعني اللي على حق دول هلالين قوي ده كل اللي في الارض بيضين ده اغلب الناس على الكفر ده كل اللي معاهم فلوس ده كل الغرب وكل الناس المتقدمة بنظره هو بقى هو ده تتقدم بنسبه له ايه اللي عاملين بقى وطلعوا الامر ونزلوا الامر هو ده بقى بيقسها كده ما هو ما شافش رسالة بتقول له عند ربنا مين اللي مين اللي حقق غايته فعلا فهو عمال يبص للعالم يلاقي كله ملحدين بيزيدوا قوي والغرب بره والتطور والنظرات مش عارف ايه طب يعني فهو يمشي بالشارع هنا حتى في بلده فامل هي بلد مسلمة الناس بعيدة قوي المساجد فضية الجامعة بايزة فيحصل له هزة بقى يعني يحصل له من جواه كده حتة يعني ويبدأ بقى ايه يرجع شوية طب هو معنا صح طب حتى انا نصح طب احنا يقول له ليه طب احنا ليه ضعفة طب احنا ليه فييجي القرآن يديك يوريكه يوريك اصلا الدعوة لما بتروح اللي الناس كانت كان برضه اغلب الناس بيبعد اغلب الناس وده في القرآن كتير جدا ربنا بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وربنا قال وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين يعني تخيل بيقوله انت هتبلغ بس هم هيعرضوا حتى لو انت عملت الايه هتشوف خلي بالك مش انا اللي هضلوهم خلي بالك هم هيختاروا لنهم يعرضوا وربنا قالوا لقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عقبة المنذرين الا عبادة الله المخلصين يعني طب ليه طب ليه ممكن نبحث شوا في الاسباب بس الحقيقة الاول يعني الفاكت دي لازم انت تبقى شايفها من القرآن القرآن بيقولك الواقع بتاعك ده هو هو الواقع بتاع كل البشرية قبليك ده عادي ده عادي وحصل وبيحصل وهيفضل يحصل مش من ربنا يعني مش أنا اللي هعمل كده ده هيكون رد فعلهم على الدعوة ده هيكون رد فعلهم على الدعوة ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون خلاص فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدلة لكلمات الله يعني هتنصر ولقد جاءك من نبي المرسلين ما انت شفت ان أنا نصرت وشفت انهم كذبوا مع كيف ربنا يقول له ايه بعدها وان كان كبر عليك اعراضهم اللي هي نفسه ولو حرصة دي وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ان تمتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني هتلوم بقى معجزة لو انت يعني الموضوع تقيل عليك وما هم ينفعش انت خلاص بيتبلغ وما لكش دعوة بالله يحصل ربنا بيقول له كده فتأتيهم بآية آه خلصت فيه عليك كده لو شاء الله لجمعهم على الهود فلتكونا من الجاهلين يعني اتعلم السنة دي فنفس الجملة دي تتقلنا دلوقتي فلتكونا من الجاهلين ما تتخضش ما تتضيقش ما تستغربش ده ده العادي يعني انت لو مشيت لقيت ناس كلها بدقون والمسجد مليان انت حد يصح يقول لحد يقرسك شاء انت نايم طب طب يعني وده وده سبحان الله ان ربنا حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في جملة كده في الحديث قال وإن الله ناظر لأهل الأرض فمقاتهم فمقاتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب يعني الأصل ربنا ينظر للأرض أغلبها على الكفر أغلبها بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إيه فطوبة للغرباء فقالوا مين يا رسول الله الغرباء فقال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ده الأصل الأصل انك تنزل الفجر تلاقي إيه يعني انت المسجد ده حواليه كم عمارة حواليه كم شارع خليلوا كم عمارة حواليه مثلا خمسين عمارة فيها كم دور خمسمائة دور كده فيهم كم شقة اتنين يا عم يبقوا ألف شقة فيهم رجل واحد على ألف ففي ألف واحد فاتت انت المسجد انت أربعة صح؟ قلت الله انتو فين يا جبا ودي احنا في شارع مسلم في بلد مسلمة للألف دول مسلمين وممكن يبقى فيه منهم هقام صلة في جنب السري دي يعني بس أنا بتكلم على القلة الصالحين المصلحين دول يعني أنا ساعات كده إيه أنا عايز أسمع درس طيب عايز أسمع لواحد ساعات كده أنا عايز لواحد مصري أنا محبش مثلا كذا عايز مصري طيب ماشي فأنا عايز أقول له بقى يعني إيه أقول لك هو خمسين واحد تسمع مفيش خمسين واحد مفيش خمسين شيخ مصري تسمع مفيش فيه خمسين مغني طبعا يعني فيه أصلا كل يوم فيه واحد جديد بيعمل شعبي وراب يعني هو اللي ستها بتخلصش يعني ليه؟ لأن هي كده هي النسبة كده والحديث بقى لما ربنا في يوم القيامة يقول يا آدم فيقول سيدنا آدم لبيك وسعديك والخير في يديك ويروح يا ربنا فالربنا يقول له إيه؟ ما تقطعنيش بسمحنا فأنا معرفش أنا أنا أقضي مش مستحضر دلوقتي فأنت كده يعني أريد أن نقطع لحتة دي قبل ما الناس لا لا خلوها طبعا أنا بحاول بحاول أتوقع معناها بس ما عرفتش أجبها طيب طيب فيقول الله أخرج بعث النار قال وما بعث النار البعث البعثة المجموعة اللي هتخش النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعة وتسعون من كل ألف تسعة وتسعون مئة يعني يعني من كل ألف تسعمية تسعة وتسعين وفيه واحد ايه فيه واحد كل الف 99 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وماهم بسكارة لما ناس تسمع ده لكن عذاب الله شديد فقالوا الصحابة ايه يا رسول الله واينا ذلك الواحد يعني هو نفس اللي جيبها يعني انا هطلع يعني انا هبقى الواحد ده ما انت عارف ما انت يعني لا ماشي معك جمعة ولا ماشي معك جمعة ما انعارف اللي فيها ما انعارف نفسي يعني انا هو هيبقى انا يعني الواحد جدت المراتي فاهم حاجة اطلع انا الواحد ده فالصحابة بيقولوا نبي صلى الله عليه وسلم كده فقالوا نبي صلى الله عليه وسلم ابشيروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج وما أجوج ألفا اه انت واحد ويبقى ان شاء الله يعني واحد وفيه في الارض كتير قوي يكملوا بقية الالف فاهمين معنى الحديث ايه الارض مليانة مليانة فساد ومليانة ظلم ومليانة ناس معرضين هذه الحقيقة يعني فقالوا نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اني ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنة بص بص الحديث بدأ بنذير وقلب ببشير ليه لانه بيكلم ناس يستحقوا الخطابين خلي بالك التوازن في الخطاب ده صح يعني هو اصلا الاصل انه نبي صلى الله عليه وسلم قال اني نذير وبشير ان ده الاصل بس فيه وقت وقت معين واحد معين في وقت ما ينفعش ما ينفعش بيلعب بيلعب الذين هم في خوض ينالعبون ما ينفعش غير ان انت تنزلوا فبرضه يجب تفهم هو ليه ساعات كده وليه ساعات كده انما الاصل التوازن طبعا عشان برضه نبقى واطعين يعني اللي بس برضه يعني انا عايزك برضه عشان دي نقطة مهمة مايجيش واحد عمل بوست فايه فتخش انت ليه ما بتتكلمش غير انت الوقتي شفت البوست ده بتقول ليه ما بتتكلمش غير عنه غلص انت عايز تقيم واحد صح لا طبعا انت يعني مش انت يتقيم روح يسأل حد يقول لك عليك بس لو افترضت انك وصلت مرحلة تقيم يعني يبقى قيم صح خد بقى سامبل كده سنة مثلا من ايه من خطابه الدعوة وشوف بيتكلف يعني مواضيعه وبكميات عاملة ازاي فالنذير والبشير مهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنة فكبرنا الصحابة ايه قالوا الله اكبر ربع اهل الجنة يبقى مننا فقال ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنة فكبرنا فقال ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة فكبرنا نصف اهل الجنة من امث النبي صلى الله عليه وسلم شفت الحديث بدأ ان انت هو انا هبقى فين ودأت ايه طبعا حلوة صح اما هو على شرط انت كويس امش كويس لا شوالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس بص بقى ده دي جملة اللي توضح المعنى اللي عايزة أقوله أنه أغلب الناس هي كده اختارت تبقى كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما أنتم في الناس إلا كالشعر السوداء في جلد ثور أبيض أو كالشعر البيضاء في جلد ثور أسود أنا ما يبقى فيه أنا ما عرفش التور برضو بيبقى عنده فين دي أنا ما عرفت بس عارفين الغرة مثلا بتاعت الحصان لما حصان يبقى لونه بوني ويبقى عنده حتة هي دي أغلب الناس إسود معادة شوية اللي هم المؤمنين بس هي أغلب الناس كده الشغل أغلبه ناس بترتشي والجامعة أغلبها بنات مش محجبة والشارع أغلبه الشباب مش بتصلي ده ما يخلكش تشك في الدين ده ربنا بيقوله لك أصلا مسبقا عشان تبقى شايفه وتبقى عارف الناس تختار القليل اللي في إيديها عن الغيب اللي لسه ما خدتهش عصد التحليل ده برضو مفهومه واضح يعني بعدين ممكن نتكلم ليه الناس اختارت كده وانا مش محتاج إيس على الناس تعال إيس على نفسك عادي يعني يعني ممكن إيس عليك فأنت تقول أيوة صح أنا بطبق الناس بتعمله بس بشكل إيه الناس بتعمله بشكل مطلق الناس ما ثابتش حاجة إيه اللي وعملته في أنا لما بيتقال لي تعالى الدرس فأنا بختار إن أنا أتدفى دلوقتي وقعد في البيت ومبقاش بردان على إن أنا أنزل أضحي ساعة وروح صح ما هم نعمل كده هو ده اللي الناس عملته بس في كل حياته الناس اختارت ده في كل حاجة الناس اختارت ده في الصلاة وأتكلم وأقولش إيه وألبس وأروحش فين وأجيب فلوسي منين وأتجوز منين لا خليني بس في اللي أنا أدرى أخده دلوقتي عايز أستمتع دلوقتي حالا بحاجة نغادل نظر عن عواقبها هشوف بعدين هعمل إيه بس أنا هوايا دلوقتي في اللي أنا أدرى بلوقتي أمسكه دلوقتي أولي لبقى مش أولي لأنا قدامي ده أنا أختار ده التاني ده أنا مش ضمنه مش عارفه مش شايفه خليني في فالناس اختارت دنيا بمعاصيها بقى بمباحتها ورمى الدين أغلب الناس كده وده الواقع والقرآن هنا جاي يقول لك يعني القرآن جماعة بيعمل حاجة والله من أعظم الحاجات اللي القرآن بيعملها يعني من أعظم الحاجات اللي أنا استفدت من القرآن الحاجة دي إيه يا يعني بيخليك جاي من المستقبل يعني القرآن يعني مثلا اللي مثلا الأوروبا مثلا عملته مثلا كرد فعل على موضوع قطر والعادات الإسلامية والعربية والكلام ده في واحد بيسمع الكلام ده يعني بيتفرج عليه وبيصدم بإيه؟ بحقيقة أوروبا وفي واحد يا جماعة منعرف إنها كده من الأول طب إنت إزاي عرفت إنها كده؟ أما أنا بقرأ قرآن يا جماعة القرآن بيخليك كده بيخليك واحد جامل مستقبل يعني واحد أول ما بيشوف الموقف آه منعرف ما هو ربنا قال كذا كذا ما في معروفة دي بتبقى كأن الموقف حصل لك وهو ما حصل لكش القرآن بيخليك عالي كده شايف الدنيا من فوق كده شايف تفاصيل شايف اللي بيحصل قبل ما يحصل يعني قرآن بيخليك أول ما واحد يتكلم في تلفزيون تقول إيه؟ لا معروفة ده المنافقين ده يعني أهو بيقول أرصي ربنا اللي هم بيقولوك أهو بيقول أهو فمعروف إيه ده إنت عرفت إزاي؟ إنت سحر ولا إيه؟ لا أعمل مش سحر أنا مؤمن بس إلا بقرأ قرآن والقرآن بيقول لي وبعد كده بنزل الشارع بشوف الموقف فبعرف إنه فده منها في واحد بنزل وقع يتصدم أنا الواحد يا عم إيه يا عم ده؟ وفي واحد بنزل وقع يقول لي أنا من الغرباء أنا أنا صح جدا فالمهم هو إنك تعلم الأصل ده إنه أكثر الناس هتبص حواليك تلاقيها بعيدة ف ولكن دي حاجة ما تزعلكش دي حاجة يعني المفروض إنه تقدر موضوع الغرباء ده طوبة الغرباء تقدر إنه يعني لو أنا أنا فعلا مع القلة الشعرة البيضة الواحد اللي في الألف يا رب يعني هو الهدف إنك تتحول لواحد بيبص على الواقع فبيحس إنه مع حاجة غالية قوي ده الهدف يعني طب قال لهم إيه بقى بص فقلته آه أول ما نلاقي فقلته يبقى إيه يبقى إيه يبقى إيه يبقى بيان تفاصيل الخطاب الدعوي فقلته قال لهم بقى إيه أربع جمل كده مهمين يعني فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفار فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفار أول حاجة أله لهم إنه يا جماعة إحنا مخصرين وإحنا لازم نتوب ونستغفر وبعد كده بيقول لهم لما ده بيحصل ربنا بيقبل ده ربنا غفار غافر غير غفار غفار تفضيل تفيد الكثرة تفيد الكثرة أسلوب تفضيل يفيد الكثرة أسلوب مبلغة يفيد الكثرة هو مش بيغفر مرة هو بيغفر كتير فأول حاجة أله لهم وربنا بيقول هلنا أنت مقصر في حق ربنا وده واقع فعشان أنت بتستغفرش عشان أنت يعني متواضع أنت بتستغفر عشان أنت بتعمل الزنوب فاستغفر ولما تستغفر عرف أن ربنا بيغفر دي أول حاجة دي من الحاجات اللي ربنا بيقول لها يعني لو عايزين نضم الكامعة على بعض لازم ربنا بيحذرك الموضوع مش لعبة الموضوع العواقب وخيمة دي أول حاجة من الحاجات التانية اللي تعلمناها ربنا بيقولها لك أنت مش مطلوب منك جير حاجة واحدة بس أنك تبقى عبد قدام ربنا أنا عبد أنت ربي وأنت سيدي وأنا عبد وأنا مولاك ده تاني حاجة ثالث حاجة أنه ربنا يغفر لك كده وهنا بتتقال تاني أنت أصلا مقصر أنت لما تيجي كده تفرش كده العبد طلب منه إيه النهاردة كان المفروض يبقى عامل إزاي النهاردة وتشوف هتلاقي تقسير حصل هنا تقسير حصل هنا تقسير حصل هنا فاستغفر أنا آسف يا رب السيد يستحق منك أن أنت إيه تقوله أنا آسف لما تقصر وهو هيغفر لك لما تعمل كده ده اللي بيتقال لك هنا إنه كان يغفر بأكا قال لهم حاجة من أهم الحاجات اللي نعرفها اللي ربنا يقوله هلنا يرسل السماء عليكم مضرارة دي مرتبطة بالقبليه استغفروا ربكم يرسل السماء يرسل السماء عليكم مضرارة يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة بيفهمهم ربنا بيفهمنا ربنا الخالق مالك الدنيا خالق الدنيا مالك الدنيا بيقول انه اللي بيونيب لربنا اللي بيستغفر ربنا اللي بيعبد ربنا وبيرجع ليه ربنا بيعمله ازاي في الدنيا ده سواء كده انا عايز اجابته يا رب لو انا عبدتك ايه اللي يحصل لي في الدنيا فربنا هنا بيقول لنا بيقول لهم سيدنا نوح هتستغفروا هترجعوا لربنا ربنا يعمل ايه يديكم بقى الدنيا كلها يرسل السماء خلي بقى الكلام فيه يعني مش مثلا يبقى فيه مطرة ساعتها تنزل عليكم لا يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بص مش مثلا يعطيكم يمددكم بأموال جمع وبنين جمع ويجعل لكم ايه جنات جمع ويجعل لكم انهارا طب ليه هي دي سنة ربنا هو ربنا بيقول كده اللي هيجيلي هتدي له دنيا اللي هيجيلي هتدي له دنيا اللي هيستغفر وينيب ويرجع لربنا ويعبده هتدي له الدنيا اللي هي بتاعتي اللي هي معايا اللي هو بيتحكم فيها ده لازم تتعلمه عن ربنا دي رسالة ربنا اللي هيجيلي هتدي له دنيا بس انت بتجيلي ليه لا انت مش جيلي عشان هتديك الدنيا انا اللي هيجيلي هتدي له دنيا بس انت جيلي عشان اقولتك تعال عشان انت عبد في فرق كبير ما بين دي ودي ودي من الحاجات اللي عملت لغط جوا دماغ الناس فبقوا يوصفوا الدين على انه عايزين نروح لربنا عشان اخد الدنيا يعني ربنا قال لي صلي انا مصلاة بصلي عشان ربنا قال لي صلي في حتة تانية بقى ربنا قال لي ايه اللي هيرضيني انا هيه هتدي له دنيا بس انت مفعش تروح له عشان تاخد الدنيا لان هو هيختبرك ممكن بايه اه بان هو طب عايز اشوف انت جاي ليه اصلا انت جاي عشان دنيا بس بس خلي بالك يعني انا هروح له ليه عشان هو قال لي تعالى اصلا يعني اتداءا كده الساعات كده انا مكتئب والمعاصي فهروح الدرس هو راح الدرس عشان يرتاح نفسيا تمام هي بتبدأ كده والدرس حلو انا هكمل في الدرس عشان برضو مرتاح نفسيا يا ابني احنا بنروحش لربنا عشان نفسيتنا ترتاح انت لما تروح لربنا نفسيتك هترتاح تم ايها هي لا خالص مش ايها خالص انت رايح ليه غير هيحصل لك ايه واضح هو اينا بيقول لهم احصل لكم ايه بس اول البيانة الدعوي ايه انا بحذركوا بروحوا وبقضوا ربنا بعد كده بيقول لهم ايه اللي بيروح لربنا بيدي له الدنيا اصلا هو يمنع عنه الدنيا ليه يعني هو واحد ربنا بيملك الخير وبعد كده واحد سعن ويرضي ربنا فربنا رضي عنه فالخير ده بقى ها ها الف به يا منطقي هاديهولو فمهمة قوي انك تعرف ان دي سنة ربنا في التعاق وده مش سيدنا نوح بس قولنا الخطاب ده يا جماعة هو هو يعني الخطاب ده هو هو تقالفك مع كل الانبياء قالو هتمشي في كل الانبياء هاتلي نبي واحد في جملة واحدة قال بس لو روحت ربنا هتخسر الدنيا طب هاتلي خمس مرات ان الانبياء قالو لو روحت ربنا هتاخد الدنيا موجود موجودة كتير يعني بالذات صورة ايه صورة سيدنا هود موجودة مرتين فاول الصورة وعلى الأسان سيدنا هود برضا وده العادي ما هو ده ما بيقولش حاجة غريبة هو بيقول ربنا بيقوله انا اللي بامد لك الدنيا انا اللي بتحكم فيها انا اللي خلقتها أصل اللي هيرضيني هديله الدنيا هديله الخير اللي في الدنيا خلينا نقولها كده يعني لو الدنيا دي تضرك انت عشان رضيتني مش هديها لك عشان ما تتدرج بس ولو الدنيا دي تريحك وتساعدك هديها لك بس اصلا تعاليه الاول وتعاليه عشان انا قلتلك تعالي فاهمين دي لا ماشي فمهم اوي فده كده انا كده وصلي منك يا رب تعالي وانا معايا الدنيا ولو الدنيا دي خير لك انا هديها لك مدرارة اموال بنيم جنات انهارة فانا كده مرتاح خلاص انا كده متطمن يعني اللي عايز رزق لازم يعبد وده اصلا سورة ايه سورة الزريات كلها وما خلقتوا الجن والجنس الا اللي يعبدون ما اريدوا منهم من رزق وما يريدوا يطعمون ان الله هو الرزاق عبادة رزق ايما كده مفهومة والصورة دي بتأكد دي لكم معنى ده مضطرد يعني مضطرد يعني موجود وهو هو وما بيتغيرش يعني وبعد كده قال ايه ما لكم لا ترجونا لله وقارا وقد خلقكم اتوار قريبة شوية من اني لكم نذير ومبيل او هي في الاساس دعوة الى رهبة ربنا وخشية ربنا انتوا ازاي مش بتوقروا ربنا انتوا ازاي مش خايفين من ربنا وانت كنت ولا حاجة والله هو اللي خلقك في مرحلة لحد مرحلة لحد مرحلة انتوا ازاي مش خايفين من ربنا انتوا ازاي مش بتعظموا ربنا مهمة اوي ان انت تبقى بيوصلك وربنا يريد اني وصلك ده انا مين خاف مني انا بعمل ايه خاف مني انا ممكن اعمل فيك ايه خاف مني انا عملت ايه في اقوام قبل كده خاف ربنا اصلا بيطلب مننا ده فلا تخافوهم وخافوني ان كنتوا مؤمنين لو انت عارف انا مين لازم تخاف هو الخطاب كده جمع اشوف من شوية انت مقصر وربنا يخفر لك وبعد شوية ربنا بيملك الدنيا وبعد شوية لازم تخاف من ربنا لما تعرف هو يقدر على ايه وعمل ايه لازم تخاف من ربنا لما تعرف ربنا قال وما يهدي الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمى المشهد ده لا اكتر مشهد خوفني فيهم الهامة كله نحشرهم على وجوههم يعني ايه يعني بيمشي على وشه والصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي فالنبي صلى الله عليه وسلم رد رد بسيط جدا قالوا بيمشي على رجله بيمشي على وشه عاد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحشرهم يوم القيامة بس مش بس بيمش على وشه من حاجات الصعبة جدا عميا وبكما وصمى هو مش شايف ومش سامع هو مش عارف تكلم جماعة احساس رهيب انا مش متخيل احساس ده يعني ساعات يقول لك عشان تقدر نعمة البصر وغمض عينك وحاول تمشي في ده غمض عينك بس بس عميا وصمى وهجو وبكما في يوم القيامة ده رهيبة دي لما تعرف ان ربنا بيقول انا هعمل ده في ناس هو مش بيقول لك انا ممكن هو بيقول لك وهيعمل كده في ناس وبقى كده لسه كمل لا اه لسه فيه فهو كده اصلا ما تعذبش هو بس تمتخيله نفسيا هيبقى عامل ازاي هو لسه ما تعذبش ده ربنا بس نفسيا بس بيعمل في ايه لما قال نفسه هو مش عادي تكلم مش سامع مش شايف وعلى وشه حاجة عجيبة جدا والله حاجة كده بتخليك من جواك تخاف هكي رب قيل مقواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعير ده ايه الانسان ده و ايه الرب المنتقم اللي بيعمل كده ده ده ايه تخاف لازم تخاف منه لازم تخاف منه فعلا ايه رهيبة فهو بيقول لهم ما لكم لا ترجون الله وقار ربنا كتير من مراده في كلامه لينا ان احنا نوصل للمرحلة ده انك تخاف من ربنا وبعد كده لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انباتكم من الارض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطة لنسلكوا منها سبول انفجاج كل ده سيدنا نوح بيدعوهم ربنا بيقوله من البيان الدعوي انه يتقلنا انه ربنا يقول لنا فكر في الكون اللي حواليه كشان تعرف انا مين شوف انا عملت ايه وتفاصيل لازم بيحكي تفاصيل دايما بص عملت ايه في السم عملت ايه في الشمس عملت ايه في الارض عملت ايه في الطير عملت ايه في النبات عشان تتعرف عليك وتعرف انا مين القدريتي عمل ازاي حكمتي عمل ازاي علمي عمل ازاي فده كده إيه تفاصيله إيه البيان الدعوي لحد هنا لحد آية عشرين ده الشوت الثاني هنشوف بزل الجهد والبيان بيقول إيه وفي مقابل إعراض الناس وبعد كده آخر شوت الشوت الثالث اللي هو سيدنا نوح بقى أو ربنا يعني بيقول لنا على لسان سيدنا نوح إزاي هم صدوا عن الدعوة خلاص يعني كلام سيدنا نوح الخطاب ليهم خلص هنا من أول هنا سيدنا نوح هيشرح لنا وهيوريك ردود أفعال الناس لما بيوصلهم الرسالة والهلاك اللي ربنا هيعمله فيه وهي ده التسلسل الطبيعي للموضوع فقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر ومكروا مكرا كبارا دي بقى الآية اللي احنا عايزين نقف معها وقالوا لا تذرن ولا تذرن ولا سواع ولا يعوق ونسر فكانوا بيعملوا إيه كانوا يمشوا ويكلموا بعض ويكلموا الناس ويقولوا لا تذرن ممسك في جامد ومقوع تسيبوا ما تسيبوش آلهتكم ما تتبعوش الراجل ده بيقولوكو بلا الشرك بيقولوكو سيبوا الآلهة دي بيقولوكو وحادوا ربنا اوعوا وتبعيدوا عن الآلهة دي وذكروا أسماء خمس آلهة دول أسماء خمس آلهة كانوا بيشركوا ربنا بيهم معايا يعني بيشركوهم مع ربنا ود سواع يغوث يعوخ نصر تعال بقى نتعلم شوية ونعرف هم مين دول خلاص فابن جرير الطبري مفسرين يعني فبيحكوا القصة أنه الخمسة دول كانوا ناس صالحة كانوا ناس كويسة كانوا ما شايف كده وتعرف ربنا طيب وكان لهم أتباع يقتدون به وبعد كده ماتوا فقال أصحابهم الناس يعني الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم تمثيل يعني كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناها يعني إحنا يا جماعة إيه بدل ما يتنسوا وآه وفلان والشيخ فلان وبعد شوية مين الشيخ فلان يالا لا إحنا نعمل تمثيل وإيه وبس الناس دي هتفكرنا بربنا هتفكرنا بالدين هتفكرنا بالعبادة فكل ما نشوفهم هنأشوق يعني فدي حاجة على فكرة هي فعلا شكلها كده حاجة حلوة يعني في الحد هنا هي زي الفل يعني فعلا يعني بدل ما كذا يبقى كذا حلوة فصوروهم فلما ماتوا مين أتبعهم بوء ما هو خلي بالك إيه اللي حصل هم عملوا التمثيل فبدأوا إن هم إيه إن هم يستخدموهم كوسيلة ومش عارف إيه وبعد شوية اللي بعديه ابنه ييجي فيقول له مين يقول له ده الشيخ فلان كذا كذا وبعد كده هو يموت وابنه إيه يفكس مثلا للدين ولا يبعد شوية ولا ييجي بعدها ابنه يقول له ده مين يقول له ده يعني مش فاكر بابا بالضغط قال لي إيه بس ده حد كويس تقريب بعد شوية ييجي الأخوان لحد ما جاء آخرون فدب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم من كل بساطة إنه بعد شوية هو ده مين ده ده يبني معروف ده ده ولي وطلع عند ربنا وده وفيه أليها كتير فوق وده واحد منهم يعني اللي أنا بقول له ده على فكرة ده عقيدة ناس كتير جدا في شرق أسيا لا 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 في شرق أسيا يعني بوزة ده بالنسبة لهم كده بوزة ده كان بشر البوزين بوزة ده بوزة ده منزلهم إنسان عادي بس من كتر ما كان جامد أوي لألهي أخدوه معاهم فوق ده بجد يعني وفيه كتير أوي زيه بس هو الأشهر والأحسن بالنسبة لهم يعني والأصلح وكده فهما أصلا عقيدة البوزيين عندهم ما عندهمش جنة ونار عندهم اللي بيرجع تاني في شكل تاني لا لا مش لازم لا لا بيرجع في شكل إنسان تاقي لا يا جماعة الحمد للما روحت يعني روحت تايلاند فإيه احكولي بقى يعني أنا شايف تماثيل كتير قوي وحوارات كتير كل دول أليها يا جدعان فأه كل دول أليها لا ومش بسه أليها وفيه أليها وفيه صحاب عندهم فكرة الصحابة دي دول أصحاب بوزة وكده فما ده تفهم بقى والإنسان لما بقيش كويس لو هو كويس يتخلق في الحياة اللي بعديها في ظروف أحسن فهي دي هي دي الجنة بالنسبة لهم إنه هو كده بياخد الجزاتهم في الحياة اللي بعديها المهم بقى إيه كان كوميدي جدا أنا هم بوزة ده طب يا جماعة فجأة بيتاخد فقال لك لا هو بيبقى ليه عدد من الحياة يعني من الحيوات يعني هو ليه عارف اللايفز عارف اللعبة يبقى ليه تسعة بعين ولا عشرة وبعد العشرة قال لها بتكرر يطلع معاهم وقال لأ حاجات كده ده موجود دلوقتي وده عقيدة منتشر وده عادي وده اللي حصل أصلا تستغربش هم بيعبدوا ناس إزاي يعني ما هم عارفين لأ ادي الموضوع وقت ادي الموضوع وقت يتنسي يتنقل بطريقة مختلفة يتحرف كل ده بقى إيه أنا عايزك تتعلم بقى إنه كل ده شطان شطان يا جماعة يتعلم كم من صفات الشطان إنه عنده كمية صبر هو دلوقتي عايز الناس تشرك لكن يسلمك كم في الموضوع ده الشطان يا جماعة هو هيطلب منك حاجة بس هو هدفه حاجة عشرة عمره ما هتيجي في بالك والله فعلا هو عايز تدرج معين وتطور معين عشان يوصل لحاجة بس بيبدأ من حتة بعيدة خالص عمرك ما تدخيلها فمن مداخل الشطان خطوات الشطان للتدرج والتطور بالمعصية يعني هو عايز واحد يكفر فإنت بقى لما لو إنت عندك يعني لو شفت النوتة دي بتاعت الشطان اللي هو أنت أول حاجة هتبدأ مع إيه هتلاقي مثلا إنه هو يروح درس الله هو خليه يروح الدرس أيه طب ولما ينزل من الدرس خليه صلي هخليه صلي هشجعه الصلي بص أنت النهاردة هتختم الكرآن هيا الشيطان انت بتعمل يقول لهم مش فاهمين حاجة أنت اختموا اختم الكرآن فاهم تاني يوم هتختم الكرآن تاني تالت يوم هتختم بعدك يقول له إيه الدين ده عام الدين ده صعب أول كي ده ربنا ما خناش شنكت فتلاقي الإنسان ده خط سير الشيطان لي عشان يوصل لمرحلة يعني أنت مش متخيل اللفة والطلعة والنزلة والشيطان بيعمل فيه يعني أنت مش فاهم الشيطان بيعمل إيه فأنت لما تمسك دي هجدها أنت بتعبدوا ناس صالحين إزاي إزاي وصلتوا من ده لده عشان الشيطان ده مدخل من مداخله منفعش أنت بقى تستهون به منفعش أنت تستهون به لازم تعرفه لازم تعرف أنه هو الشيطان بيشتغل على دي بيحب دي قوي وبيلعب على دي جدا هل أنت مدركها أما تلاقي واحد قاعد على قهوة ولد صغير مثلا إيه 13-14 سنة عارف اللي هي أول يوم قهوة ده يبقى لسه في تاني عدادي كده أول يوم قهوة وجايبين هم التلاتة شيشة واحدة هم لسه فين في اللي هي الفاخر دي وإنت باصل كده بتبقى عارف إيه دي يعني هو أنت كده رايح يا ابني للمخدرات إزايا أنا عاد ده بيشرب حاجة رشيشة أنت بتقول إيه لا ده ده أنت مش فاهم حاجة تعال نتقابل كمان 3-4 سنين هو الشيطان كده بقى تعال كمان 3-4 سنين وهواريك أنت فين وعلى فكرة لما بيوصل لمرحلة المخدرات أقوى على فكرة الشيطان خلص يا جماعة من أغبل حاجاتك ممكن تتخيل من الشيطان عايزك تعمل معاصي الشيطان عايزك إيه لأ 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 تخلد في النار ايه فهم ده ده عاش فيه حاجة اسمها strategy ماشي وفيه objectives وgoals ماشي الشيطان الاستراتيجية بتاعته الخط العريض بتاعه لأغوينهم أجمعين يخلدوا في النار فأنت من السزاجة أنك تشوف إيه أنك تشوف خطوة من خطواته تقول بص الشيطان عايز من إيه يا ابني مش عايز من إيه كده خالص الشيطان يعلم أن ربنا أرحم رحمين يعني واحد مسلم وبيصلي الخمس صلوات وبيحضر درسه وبيعمل أهله كويس بس بيطلق بصره طب عادي ما ده ربنا ممكن دخله الجنة عادي ده فرصته في الجنة كويسة جدا يعني مش قصد أنك تعمل كده والله ولا أنك ترضى بدا ما تبقاش شيطان بص الشيطان هيسمى أقولك طب حلوة دي هو ده اللي يجي في باله شوء والله يا جماعة مش هيسيب بس هو هتفتكر أنه الشيطان بيلعب على دي الشيطان بيلعب على حاجة بعيدة قوي الشيطان عايز أولياء يا جماعة أولياء يعني يعني جنود لي يعني الشيطان عايز جنود معاه الشيطان مش عايز واحد يكفر الشيطان عايز واحد يشيل سيف ويحارب الدين الشيطان عايز واحد بعيد قوي فهو هتفتكر أنه 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 فهمه فبص أنت بتبص كده على سيدنا نوح بيقول لي مكروا مكرم كبارة ها عملوا ايه مثلا ما سمعوش الدعوة لا ده بقوا يمشوا ويقولوا لا تذروننا آلهتكم هم زايبة عندهم آلهة تيجي تتبع التسلسل تعرف اه لا بص يا جماعة الشيطان ده قمة الخبث وقمة الصبر وقمة اللف والدوران وفعلا فعلا يفتح لك يعني بص ابواب خير قد كده عشان تروح منهم لباب شر قد كده يعني الشيطان يا جماعة فيه ناس كتيرة هتخش النار ولما تعرف كده يعني مثلا لما الحديث نبي عليه وسلم قال انهم بيروا واحد في النار ويعمل ايه بقى امعاقه طلع من بطنه ماشي ومربوطة وعمل يلف بيها زي الساقية كده ويتعذب كده عمفين الحديث ده حد عارفه فبعد كده هم الناس اللي دخل النار كمان تبص عليه وتستغرب ليه بقى لان يقولوا مش ده فلان مش انت كنت بتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ده شيخ ده طلع واحد بيتكلم في النار بنعافينا 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 فطلع واحد بيتكلم في الدين يعني انت متخيل ده مين ده مش مغني الشيطان خلى واحد يخش النار بس يعني ايه تعالى معايا من هنا من طريق الدين ده ايوه انا هدخلك النار من هنا يا خبر السود ايه الحوار ده فخال لهم طبعا شتايا فهم يعني هو اكيد عمل حاجة مختنة مش طبيعية خالى كنتوا اموركم بالمعروف ولا اتيه صلوا 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 وهو ولا يصلي الله وانهاكم عن المنكر واتيه يا جماعة السجار حرام السجار حرام وهو ايه خلص الدرس ولما طلع السجار فده كان كده ده الشيطان ايه ده خله ما دخل ايه رأيك ده مشهور والناس تيجي وتبص اليك وتسئول لك وتصور معاكم هتعمل كذا كده فاهم مين اذا ما تعرفش هو دخلهم مين بس اللي عايزه لقولك انه الشيطان خبيث جدا وصابور جدا ومداخله رهيبة وعايزك تبقى عمدك شوية بعض النظر يعني هو بص بيعمل يعني انت توصل لساعة توصل لمرحلة مرحلة انتكاس رهيبة هو شيطان اوصلني لده ازاي عايزك بقى تدقى يعني تحلل خلاص انت وقعت طب على اقل حلل يعني ما انت مش هتبقى كمان بتقع ومش فاهم حل شوية انت وقعت ليه يعني انت وقعت ماشي ايه اللي حصل يا جاتم ايه هي بسبب ان انا هو عامل فيها ايه هو بيلا ما ينفعش تبقى مغمعينك كده وتقول لنا شيطان عدو هو هحربه انت هتتاخد قضية على طول لازم تفهم ده شوي لما تفهم ده اه توصل لمرحلة اه مثلا بالذات بالذات حاجة زيدي ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير هو ده التصوير يا جماعة اللي هو تبقى مش التصوير مكانش فيه كاميرا اصلا عشان يبقى ده التصوير اللي هو التمثال عشان كذا سبب منها يا جماعة ده باب للكفر وحصل مع الاشطر مننا فخلينا ازكيه شوية ونفهم مداخل الشطان فدي ده ده ايه مهمة اوي اوي ان احنا نتعلم منها عمق مداخل الشطان ماشي عمق مداخل الشطان اه وبعد كده فربنا قال امم خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا خلص هلك الامم والله حصل فيهم فلم يجد لهم من دون الله انصار وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا سينا نوح دع عليهم لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انت ذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفار رب اغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبار خسارة يعني سينا نوح دع عليهم فهل الافضل الدعاء ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمنين والمؤمنات فهل بقى الافضل ان ندعي عليهم اللي بيحربوا الدين يعني ولا الافضل ندعي لهم فدي طبعا مسألة اتناقش فيها العلماء لانه وجدوا انه سيدنا نوح دعا لقومه ومين تاني دعا لقومه سيدنا موسى دعا لفرعون ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالي فالنبي دعا ودعا فعايزين نعلم احنا ده السنة ده الاصل فلا انه ده مش الاصل النبي صلى الله عليه وسلم لقوا في مواقف دعا لقومه بس اغلب المواقف كان بيدعي له طب ايه متدعي التوازن ده عمله ازاي يعني انا يعني انا ما عنديش الحكمة اللي تقول بص المواقف ده ده لازم ندعي المواقف ده ندعي انا مش محنك يعني بس اللي انا فهمته واللي انا يعني مقتنع بي النبي صلى الله عليه وسلم في الاغلب كان دايما ندعي له جاله سيدنا طفيل ابن عمر الدوسي من قبيل الدوسة قال يا رسول الله ان دوسا عصت وابت هو اسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم راح وقال له روح ادعي قومك فجاله بعد فترة قال له عصت وابت مش عايزين يا رسول الله يسلمه فادعوا الله عليها ادعي عليهم بقى يا رسول الله يعني قوم مفهم بس مشكلة فقيل هلك الدوسة هو خلص النبي صلى الله عليه وسلم هيرفع هيدعي دوسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما هدي دوسا وقت ديها وفي موقف تاني لما كانوا بيفتحوا الطائف ومحصرين الطائف فالصحابة أصيبوا بكثير من الجراح ومعرفوش حتى يفتحوا الطائف فرفع نبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم ماهدي ثقيفا ثقيف دي اللي هي الطائف فالاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده وحكى للصحابة عن حكى لهم مثلهم بنبي كان يعني الدماء تسيل من على وجهه وهو مش النبي النبي بيقول لهم فيه نبي يعمل كده وهو يمسح الدماء عن وجهه ويقول اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وطبعا القصة الجميلة بتاعة حبيبنا الجار اللي هو مين حبيبنا الجار اللي هو مؤمن آل ياسين اللي هو رجل من أقصى المدينة الرجل من ياسعب فهم قتلوه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي فالاصلة عندنا في السيرة وفي الأفعالية أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي لهم بيدعي لهم بالهداية والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما عز الإسلام بأحد العمرين كان بيدعي لأبو جهل يعني كان بيدعي لأبو جهل وربنا يهدي عجيب والله عنده ساعة صدر رهيبة إنما في مواقف سيدنا نوح ده على قوم سيدنا موسى ده على قوم النبي صلى الله عليه وسلم ده على قوم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي ووضعوا عليه سل الجذور أمعاء القبل وفي الأخ نبي صلى الله عليه وسلم تأذى جدا وجات بنته موقف صعب يا جماعة لأنه هو اللي بيتحط عليه ده يعارفين يعني إيه سل الجذور أيوة إحنا نسميها إيه أيوة هل عارفين ده بتبقى جوه يا جماعة لحاجة صعبة جدا هو بيصلي فمش عارف يضح يعني هم حطوها في موقف هو إيه يعني لو في العادي هيحط إيده هيبعد إنما هو ساجد وبعد كده حطوها عليه كده وهي خلي بالك هو لو قام هتدلق عليه أنت فاهم الموقف موقف صعب أوي وهجاعدين يضحكوا وهو ساجد ليه؟ مش عارفين أتحرك يعني هو عايز يقوم مش عارف يقوم فجات بنته تشيلها يعني أنا مش متخيل الموقف ده له وحصل لي مش ابنه بنته يعني ممكن واحد صعب يشيلها فاهم؟ بنته اللي هو المفروض هو إيه بالنسبة لها الكبير فمين اللي بيساعده؟ موضوع صعب جدا فموضوع شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم دع عليه قال اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك بعطبة بن ربيع اللهم عليك بشايبة بن ربيع اللهم عليك بأبي جهل هو هو اللي دعاله من فترة اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعطبة بن معيط هم فين كده؟ اللهم عليك بده وبده 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 هم دول سيدنا بن مسعود بيقول ليه أصلاً أول حديث سيدنا بن مسعود بيقول ما رأيته رسول الله دع على قريش غير يوم واحد برضو دي تأكد القاعدة اللي احنا قلناها فسيدنا مسعود بيقوله ايه بقى بعد غزو تبدر هو اللي رسول الله شاور عليهم هم دول اللي ماتوا فهو فبالتالي ايه المواقف موجودة ان واحد يدعي على حد بس الاصل انه يدعي له لو ينفع لو ينفع ان اصد لو يقدر فدي برضو حاجة من نتعلمها فخلونا نقف بقى هنا النهاردة احنا تعلمنا من سورة نوح احنا كده تحس انه ايه احنا ما حكناش قصة سيدنا نوح بس وخلاص فانا كما ممكن اقولوك سيدنا نوح راح لقوم وقال لهم فنزل الطوفان والسفين يعني احنا ما حكناش ده احنا اللي حكناه ايه اللي تقال لهم او مش بس يتقال لهم ربنا بيقول لي ايه النهاردة على الإنسان سيدنا نوح لقوم فتعلمنا فمهم اوي انا لو بالنسبة لي اولا اتعلمنا المسألة بتاعة ادعي على حد ولا ادي عليه ادعي الحد ولا ادعي عليه يعني انهي اول مهم اوي انك تتعلم مداخلش مدخل الشيطان ده التدرج وتتطور والصبر كده على المعصية معاك وتشوف هو بيوديك من فين لفين دي برضا تعلمناها انما اساس الموضوع اللي تعلمناه هو او مهم اوي قاعدة اكثر وين تطع اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله مهم اوي انك تبقى خلاص مهيق لده وشايفه وفهمه انما البيانة الدعوين عايزك تروح تقرى تاني يا رب انت خلقتني لي عايزت تقولي ايه يعني وتريد انك تقولي ايه يعني انت نزلي وحي قولي يا رب قولي يا رب فعلا انت تريد مني ايه في الدنيا ده وتقرى تاني اني لكم نذير ومبين كان سن نوح وقف بيكلمك وانت عارف انه هو دلوقتي بيتكلم بوحي من ربنا يعني ربنا بيقولك الكلام ده وبيقولك عبدني ال privacy رب بيقولك انت ازاي ما بتخافش مني بيقولك انا خلقت الارض انا خلقت الكور انا خلقت السماء دي رب بيقولك انا هخفرلك رب بيقولك انا هدنيا معايا وهدهالك المهمة قيومك تخرج من رب بيقولك انت لازم تبقى عبد رب بيقولك احذر ده نزير انا بحذرك انا بقى انزيلك تخرج من الصورة دي اه فانا كده فهمت مين ربنا واحنا مين وليه مش كله لأنه لسه فيه قرآن بقية القرآن هيقول لك برضه بس سورة نوح بتوصلك أصول البيانة الدعم واضحة كده سبحانه كله ومحمدك أشهر نولاي لأنت أستغفرك وأتوب إليك